بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني التلاميذ مرحبا بكم في فيديو جديد نضمك دائما في إطار الاستعداد لمباريات المدارس العليا اليوم إن شاء الله سأبدأ في الفقرة الجديدة وهي فقرة الاحتمالات وصراحة ديجرة سبقلي وتطرقت هذه الفقرة بنخلل له مجموعة عديل تقنيات التي كنت نصرتهم في المواقع دي الفيديو جوبونس كانوا استهلس بعديل الفيديو ولكن صراحة بما أن هذا الدرس دائما هناك مشاكل فيما يخص مباريات وروجة مدارس العليا فأنا قررت إن شاء الله من خلال مجموعة التمارين التي ستكون درجة صعوبة مختلفة لكي نحاول ممكن أن نقيسوا هقاع لي زيكو الأصاباء غلا ميتين لينصا إلى النصام لكي نكون في نهاية الأمر تعرفوا كيف تتعاملوا مع مختلف التمارين فيما يخص هذا الدرس هذا إن شاء الله بدأوا مع أول تمارين تمارين سهل تمارين بسيط تمارين أي واحد في البكالوريا يتمكن أنه يخدمه صراحة تمارين فقط للإستئناس تمارين صراحة تمارين من الإنتاج وصراحة تمارين اللي سيأتي من بعد فأنا حاول ممكن نديرهم أنا شخصيا صراحة الهدف ديالي هو أن ندير تمارين اللي تكون شبيهة إلى حد ما بالتمارين اللي تكون في مواضع مباريات وروج لمدارس العليا ان شاء الله بدأوا نصل الموضوع لنا وصراحة ما يهم فيما يخص الاحتمالات بالتمامات وأنك فيه مقالية نصل الموضوع فحاول ما يمكن أن تتطر على المواطعات اللي صراحة عندها مع علاقة مع الدرس أي حاجة في نص الموضوع عندها علاقة مع الدرس عندها مع شجارة الاحتمالات وأنك تقدر تخرج سهر اي حاجة في نص الموضوع عندها أهمية حيث صراحة المفتاح التعامل مع الأسئلة لدرجة الحسيمالات وأن تكون ترجمة كاملة وكيف تكون رياضية لنص الموضوع لذلك ابدأ نص الموضوع نحن نستطيع التعامل لكي تتبعوا معي في نص الموضوع بعد أن تتعامل إيمان لبدأ لتتكلم عن فرماتي للتحديد بعد أن تتعامل إيمان تتكلم لتتعامل لتتعامل مع المباراة لتعامل لكن في المتابعة لتعامل بعد أن تتكلم ان تتعامل لتعامل أحاول التعامل في الباكالورية لأن التالام يتصبح لتعامل فهو مثلا ما يجيبون مانسيان بيان ولا مانسيان تريد بيان دونك هي بدأتك تفكر ولكم يبعد جوها بعد الشوكوك دونك بورسولا إلا كممانسي دواء دونك باش تخرج من هاد دوامة دي الشوكوك بدأتك تدير بعض بعد توقعات يعني اشتات الالحاسيبه بدأتك تدير بعض توقعات النتيجة التي تقدر تحصل عليها في الامتحان الوطني مثلا قد تشدد الانوت ديالما تقدرها في سبعة ونقدر في معاملات وتعطي واحد ديالما تقدر تحصل عليها في البكالورياء دونك اشتراجيكم متحك شوية ولكن هذا هو نص الموضوع دونك من بعد مدارس هاد توقعات هادو إلا كنقلو كي لها من بعد مدارس هاد توقعات هادو إلا كنقلو كي لها من بعد مدارس هاد توقعات سنجد ان عندها واحد احتمال يصير فاصل الساعة انها تجيب الباك ديالها بوحدة المنسيان ليها تري بيان وي لجبت الباك ديالها بلا منسيان اه اه اوه اشتري一个 ماهرباليتي لها فاصل الساعة يعني إلا كنا قدرها بوحدة المنسيان لها عندها واحد احتمال يصير فاصل الساعة لتعمل كي لها تناسب وي ديال برايما لها عليه في النص الموضوع إلا كنا فاصل الساعة كيهرباليتي يعني إلا تعمل لها تعمل كيهرباليتي فالإستمال انها تعمل فهو لها اذا دانكو قبل أن نرى الأسئلة التي تخصص هذا النص الموضوع وليس هناك مشاكل فنحن نفعل ترجمة رياضية لكي على معطيات التمرين لكي اي سؤال أعطيها فيما يخص نص الموضوع فنجاوب عليها بشكل ناجح فنحن نفعل ترجمة رياضية ومعطيات التمرين نحن نخيص بمعطيات التمرين فهي الامان يتقدر بشكل نجاوب فهي الامان تقوم بإيما يقوم بشكل نجاوب وفي الأخرى تقوم بشكل نجاوب بمكتر بشكل نجاوب في إحتمال 0.6 في إحتمال أن تضع بشكل نجاوب بشكل نجاوب في الواقع سخفات تعليم شخص الشركة هناك ضد 2 قطة ونجمع الشركة في الواقع إذا بجمال الشركة إذا جابت مواسو سيئة يوم وقال تناولك في مالك فالاستعمال هو صرففة صلة جوج كون عندي صرففة صلة جوج وضعية صرففة 3 مليا هي واحدة وهذه تعيين من دولة برانش المتقابلة ذو لهذا فيما يخص الجزرة الجزرة الاحتمالات يعني في حالة أ Danish يأ Natürlich Representative سإنما أكثر على هذه السماة تلك الشح wonderful إذا تكون 어우م Roman زيث ٥٤ فإذا لم أجب الترابي في الاحتمال أنها مدى فهو صغر فاصلة ستة يعني صغر فاصلة ستة زائد صغر فاصلة ستة هي واحد يعني هذا شي صحيح صراحة هذا هو أقصى ما يمكن نديره فيما يخص معطيات التمرين هذا هو التحليل العام فيما يخص معطيات التمرين فأنا متأكد أنني إذا وجدت أي سؤال وبالاعتماد على المقدس السببات في الدرس فنقدر نجاوب على أي سؤال كما يريد أن يكون النوع ذلك فنبدأ مع أول سؤال الأول ماذا نريد منها فنقدر نقرأ الأسئلة بشكل ما هو أريحي لي هي تامة إذا كنت قررت نص الموضوع ودست مباشرة للأسئلة فأنا نحن ممكن أن نتخاربك حيث ترحى مبيل الأسئلة الصعب في مادة رياضة لأنك تفهموا والأسئلة دي البربابيليتي حسنا إذا كانوا مجموعة أولا لن تفهم الموضوع أحسن ما تستطيع أن تبدأ بها هي تطلبت ترجمة الماتماتيكة ستطلبت ترجمة معطيات التمرين فلنبدأ بالسؤال الأول في السؤال الأول فأنا نقرأ هذا كيف يتم تتبع مهام فأنا نقرأ بشكل ما هو الإحتمال لجي يتم تفهم الوضوع بغض النظر على بأن إشار تon Ок 果 Тoulouse أظن أنك الآثون فبقائنا بشكل عكسي هذا الحاجة كبيرة نبدو الآن باسترجمة ، يمكننا اكتماعه في هذه الطريقة ، يمكننا اتحساب البرميات أو الإثنان حيث نحن بإذن فرميات في الفرميات ، لدي هناك نفس الدراجة وكetingرار نحن بطريقة عكسية التي يمحلس في الشجرة وادي لنحن نحن بحسب ، لأكتماع البرميات بيشترك إيما gehen فاصل لنقم. فا دى منصف ما هو WeCap al, إما إيمان معها وندذين بالوقد. حاولة الفاصل الآドン الكثير من أنها جعلت L'Operator , يعني A. يعني que إيمان يجعلت بالوقد او ما تchodل العبر مننا. كما ي 뒤에 Bernard. وأنها ہے إنا إني دير ألدي أو أو YH. هذا الأمر بالوnan ونقم ايمل تكون تكون قدر تطيف كما يجب في المصر وعندما كان هذه اقلات وعندما نجبنا مشكلة فى المصر فى التطيف فى المصر اضمن الى المصر باستخدام المصر باستخدام المصر الى الاستيبار 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 انها انا استرحض افضل الفمسي Fake Sim وهو 0.6 فهو 0.6 بذلك يعتمد انها مستضيفت jump right لكن ما يجبis jump Otherwise س sit google كما ج pinky اذا ستجدت كل ما يفعله يجب عليك أن تجد 064 لذا لأولئة سؤال P2F نحن نستطيع أن نتجدها في سؤال موالي أو ربما تكون معتها مهم بالنسبة للسؤال الثاني هذا هو السؤال الأول نرى السؤال الثاني بعد أن تشاركت الاحتمالات في أي سؤال نستطيع ان نخرجه بشكل سهل وصراحة هذه السئلة فهو معادي في البكالورياء فهو سوف تمرين للسيئناس وانا نحن نبدأ إن شاء الله نفكر ونفعله تمرين للسئلة صعبة لذلك سؤال الثاني السؤال الثاني قالوا أن علما أن الإيمان ذات فورماسي يعني في مشت هذا المصطلح سوف نفكر ديريكت امور في واحدة البارتية التي ترى في الدرس والتي هي الاحتمال الشرطي نتأكد أني لدي علاقة جد جد مهمة في الاحتمال الشرطي السؤال الثاني قالوا سأعلم أن الإيمان في مجرم لأمور مجرم إذا كان رحلنا علم أن إيمان درتك الأفرمزيين ما هو الإحتمال أنها تسألت ثم أحد الأكلاستية هي مفاكمة فاسية نحصل على هذه المستطبرة ويجب عليها. لأجب عليها دوماية إجباله وأحدثي هي علم أن الإيمان درتك اجبت الفرمزيين ما هو الإحتمال أنها تسألت الفرمزيين. كما نحن في البكالورياء في الاحتمال التقاطع عند المحدثين وهو جابت منسان ترابية مع اه انها در تفورماشن تقطع ديالهم الاحتمال وهو محقق وهو احتمال انها در تفورماشن داكو؟ لن حن عدنا احتمال انها در تفورماشن فديشاق هنا فسؤال سابق وهو سر فصل الاربع سين داكو؟ لن شن هو الاحتمال ديال ان ايمان اه ايمان در تفورماشن أضغط العموة كما نضع بمصير 3 نضع هذه الأكثر فقط 1,6 نضع بمصير 3,8 لما تجمل أن هذه الأكثر من الناتجة على الميزة التي تقوم بمصير 3 فقط من الناتجة نضع سهل 3,6 ومعا معا غير سهل 2,64 نحصل على هده احسنت الى 0.64 يجب أن يجب أن تجد 0.65 نحصل على الثاني واحتمال انها تضيفت المصور ترعيبين لأنها تكتب في الترعيبين فهو يجب أن تجد 0.75 نحصل على الثاني السؤال لا يوجد مشكل وبعد ذلك السؤال الثالث بسيق من المدرجة ، نحن نعلم بعد فرشة ، تفكر في حتما حالتي ، ، نحن ، إنه يزد على تنافس المدرجة ، والإطلاق في القيامcipe ترتفق ، نحن نعلم بعد فرشة ، نحن نعلم بعد فرشة، ، فت opportunity لديه أن يزد على قبل ، نحن نعلم ببعث فيéricsاء ، شدة ، لنحن نعلم به Mention Tribion. يمكن كيف هو الاحتمال.ا يعني لا يستخدم F bar. هذا يعني P$RM على الاحتمال المحقق الذي هو P$F. نحسبه P$F. فهو واحد ناقص باية الاف. يعني كنحسب الاحثمان دي لحادث الموضاد. دونك ندر واحد الابليكاسون نيميريك اللي هي غابيد. فباية الاف بار. شنو هي? هي واحد ناقص. وبي دي الاف. حسبنا. يعني باية الاف هو الاحتمال ان ايمان دات لفرماسيون بغض النظر على اه نتيجة دير باكالوريا. فقنا هي صرفة الاربعة وستين. دونك هنال يحسب بسؤالة شيء. دونك هنال يحسب نستطيع التدريب الشراء فاما. او وخيد الاف على استمال ان ايمان ad دتهاك الموضاد شفر بين حزم الموقع بét. دونك هنال نقدم وضع الفرماسيون بكال الاقتصاد الاف. ان نت около ا Rouge حتى درける اجمل الفرماسيون. سنجود الفرماسيون وزم وضع المواضي بشكل مدارة فرماسيون ما هو صفة سلا تولي اسفل الاشتراكل تغيب باطلاك ثم هذا يجب أن تكون في عمالها هناك فرماسيون دقيقة فكذا من هذا المواسيون فبالاحتمال انها تجيب رمانسون تريبيان سرشونك وانها مداج فرمانسيون هي صرف فصيلة تلاتة وثلاثين معكم في نهاية العامة تمكن ان ينجاب السئلة ديالي بشكل اللي هو واضح وبين وباعتماد على العلاقات ديال الدرس ولكن هذا شيء ناتج العلاج ناتج لانني قدرت ترجمة رياضية المعطاية الدية التميين وفهمت نصف الموضع نصف الموضع شي حاجة اللي هو جدا مهمة وضرر انكم تكونوا فاهمينه باش انكم توفقوا في التعامل بطريقة اللي هي منضامة وبطريقة اللي هي ناجحة مع التميين ديال الاحتمالات دونك صراحة دا تميين لذا صراحة كان لسي انات تميين ساهل كما قلت فان شاء الله في التميين المقبلة نحن ممكن كما بتنقولون تلعوا شوية نيفو ونديروا تميين شوية في المستوى وتكون شوية صعبة ماشي صعبة ممكن اشي حاجة صعبة غير لازم انك تعرف كيف اشتعال مع معطايات ديال التميين دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته